السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبيبنا في قناتنا وقناتكم اصنعها بنفسك مع اخوكم عادي العبسي. ان شاء الله النهاردة بامر الله هنكمل السلسلة التعليمية لتجهيز العد. اه الفيديو اللي فات احنا بالنسبة للسلسلة يعني الفيديو اللي فات فيها احنا تتكلمنا عن وزنة الريشة. وعرفنا انواعها وعرفنا طرق تنزلها وعرفنا تجهيزها ازاي وعرفنا ازاي نشتغل بيها ازا كان ريشة او غماز. فالنهاردة بازن الله هنبدأ نشتغل على الغماز. اللي حضر معانا الفيديو اللي فات اكيد عنده معلومات كويسة هتساعدنا ان احنا نكمل بسهولة مش هنحتاج نشرح حاجات كتير تقالت المرة اللي فاتت. فهناخد الفروقات بس عشان ما نطولش عليكم بالفيديو ونعرف نشتغل عليها ازاي. طبعا الغماز انواع كتير واحجام كتير. كل حاج بيفرق معايا في ايه? في ازا كان هنشتغل به على ايه? لان في انواع سمك معينة حساسة. ما ينفعش اشتغل بيها معاها مسلا بغماز تقيق. غماز كبير مسلا زي كده. وفي اكبر كمان. فبالتالي بتحتاج نوع مغماز معين حجم مغماز معين. في احجام تانية لازم احدف لها جوة في المياه خالص. فما ينفعش اننا نعمل لها حاجة خفيفة. فالغماز نفسه يا جماعة الغماز نفسه اختياره بيبقى هنشتغل ايه? هنستخدمه في ايه? فدي اول جزء ايه? اختيار الغماز. طيب. افضل انواع الغماز بالنسبة لشغل الشط الغمازات الخفيفة. طب امتى تقل الغماز? في حالة واحدة بس. ايه هي? لو كان المكان اللي انا بستطط فيه طياره جديد. كل مكان فيه مجرى مائي بيجري معايا اقصادي بتقل الغماز. او بمعنى صاحب بكبر الغماز وبتقل الرصاص. علشان ايه? عشان يبدأ يخديني سبات شوية ما يخلوش يجري بسرعة قوي. دي نقطة. النقطة التانية علشان لو عزت احد في جوه شوية يدخل معايا بسهولة. تمام كده? يبانا تقل الغماز معايا لو انا هستطاد قريب من الشط قريب من الشط مثلا قول من اول متر لغاية تلاتة اربعة متر. مش محتاج ان انا اتقله قوي. خلاص? بالعكس ده انا ممكن اشتغل على حساس كمان. طب يعني ايه? اساسا الحساس عشان النسبة للناس برضو اللي اللي لسه جديدة معنا. نركز مع بعض كده الاول. طبعا ادي تجربة بتاعتنا. انا برضو نظرا لان انا ما طولش الفيديو وجهزت شوية حاجات. بصوا يا جماعة. اول حاجة طبعا الغماز بيبقى معايا بالشكل ده. تمام? الغماز معايا بالشكل ده. طبعا ليه اشكال كتير بالنسبة لشكل الغماز نفسه. وفيه الشكل الانسيابي وفيه المدور وفيه الكرة وفيه فيه اشكال كتير. عموما هو ده اسمه غماز. بالنسبة للناس الجديدة معايا. ده اسمه غماز. طيب. الغماز طبعا احجامي. يعني فيه مسلا حجم صغير زي كده وفيه اصغر منه كمان. فيه حجم متوسط زي كده. فيه حجم اعلى لغاية ما توصل الكبير خالص ممكن يبقى قد كده الغماز. تمام? طيب نركز مع بعض. اول حاجة ناخد بالي من نقطة معينة. انا حسد الغماز بايه? معايا? طبعا انا في عندي حاجة زي دي كده. قرب معايا سيف. ماشي? تمام? دي السدادة اللي احنا شايفانها دي او الزناقة دي. ماشي? دي اخف حاجة بالنسبة للغماز. طيب في حاجة عندي تانية ارتاز زي كده. ماشي? الارتاز ده بستخدمه في حالة ان انا هحط هشتغل بالليل مسلا ولا حاجة فهحط فسفور. وبرضو نخلي بقى ان انا لو حطيت الفسفور عليه مباشر نركز معايا في كده. لو انا حطيته حطيت عليه الفسفور مباشر وبقى هو اللي بيزنق معايا وماسك على الغماز. لو لو فيه شبكة عندي وشديت الفسفور ده هتلاقيه طور منك. خلاص? فانا علشان ما خليش الفسفور يطير وانت نفس الوقت يمسك كويس بيجي معايا مع الفسفور كويتش او جلدة زي دي كده. خلاص? الجلدة دي عم معايا كده سيف? بس الجلدة ديت انا بدخلها في الخيط بتاعي. تمام? بالشكل ده كده. دخلها في الخيط. وبعدين بدخل الخيط معايا. طبعا دي بالنسبة ليها مش مش دخلة. يعني المفروض انا شيل دي كده. دي كانت قديمة. المهم عندي في الموضوع ان انا بدخل الفسفور بتاعي في الكويتشة كده. تمام? وبروح مدخله معايا في الورتاز ده. بتمسك معايا هنا جهاز طبعا عشان الكويتشة دي اتساسي المفروض تتشال عشان يدخل كويس. خلاص? طيب. ليه الاول بختار انا هزنق بايه? علشان كل ما تقلت هنا كل ما زود وزن معايا على الغماز. فبالتالي هبدأ اخف الرصاص. ركز معايا في العلاقة دي. لو انا تقلت فوق هخف الرصاص. لو خففت فوق وحطيت زنقة خفيفة هتقل الرصاص. عشان ازبط معايا الوزنة بتاعة الغماز. طيب. لو انا خدت دي كده وحطتها بالشكل ده معايا. بص كده. قرب شوية سيف وركز معايا هنا. تمام? بص. ادي بالشكل ده. الجزئية دي يا جماعة ركز معايا هنا. انا هنا برضو اعملها لكم عشان تبقى باينة كويس. نركز هنا سيف. بص يا جماعة. ادي شكل الغماز بالشكل ده. تمام? المفترض ان انا المية بتاعتي ساعة الوزنة تبقى لغاية هنا. لغاية الحد الفاصل ده اللي بتاع الدوران. سواء ازا كانت دايرة يعني انا مسلا لو عندي دايرة شكل الغماز بتاعي على دايرة. يبقى النص بتاع الدايرة هو المية بتاعتي. المنسوب بتاع المية. طيب ايه اللي يحصل لو انا خففت الوزن بتاعي او غصب عني او زي ما الناس بتعمل بتحط رصاصة وبتنزل بها لطول. لو جات المية معايا لغاية هنا. او لغاية هنا. كل ما نزلت. طيب كل ما نزلت هيحصل مقاومة للمية. يعني ساعة السمكة ما تيجي تشد معايا من هنا. هيبدأ يحصل مقاومة للمية. يعني مسلا. دي من غير من غير حاجة خالص اهوة. تمام? نركز بقى. شايفين المية فين? المية لغاية تلتهى اهوة. خلاص? بس لو السمكة جاءت سحبت بالشكل ده كده. الغماز بتاعي بيطفوا. تمام? فبالتالي هيعمل مقاومة مع السمكة. السمكة هتحس بمقاومة هتسيبي للطعم وتجري. خلاص? فلازم ان الغماز بتاعي ما يبقاش فيه تقل. فبالتالي انا لو عملت المية بتاعتي والمنسوب بتاعي لغاية هنا. هيبقى كل دعايم. وكل دعايم معناها ان في مساحة هوا مخليه الغماز تقيل. عشان ينزل لازم شده جمده. طيب انا السمكة بتجي تشد معايا. بتشد معايا يبقى في الحالة ديت هيحصل ان الغماز مش هينزل كويس. هيعمل مقاومة للسمكة. السمكة هتهرب مني. فافضل شيء للغماز ان يبقى المنسوب بتاع المية على الداير بتاعه. بالشكل ده كده. طيب افرد زودتي شوية. هو انت ممكن يا جماعة بص معايا. ممكن تزود غصب عنك. وممكن تزود قصد. يعني اوقات انا بعملها. انا ساعات بزود قصد. بس بزود قصد ليه? علشان اشتغل على حاجة اسمها الحساس. اشتغل على حساس ازاي بقى? الناس اللي متعودة تشتغل بالفلة او تشتغل بالريمة واخدى على الاقل همسة بيسحب. تمام? بتبان معا بسرعة. لو انا زودت معايا لغاية هنا معايا كده. لو انا زودت منسوب المية بتاعي لغاية هنا تقيلت الرصاص معايا شوية بحيس ان اللي يدوبك الجزئية دي بس اللي ظهر عندي برا المية. ماشي كده? في الحالة ديت اغلب الغماز داخل المية. ماشي كده? اغلب الغماز داخل المية. طيب. اقل حاجة الغماز هيسقط تحت. السمكة نفسها مش هتحس بيه. تمام كده? السمكة نفسها مش هتحس. ليه? لان ما فيش مقاومة هي بتسحب خيط بس. تمام? انت بالنسبة لك عينك عليه? يا دوبك اول ما تلاقيها سقطت في المية خلاص هيكده غمزة. سحب اسحب على طول. تمام كده? يبقى ده اسمه شغل على الحساس. شغل الحساس في عيب واحد. ايه هو? ان اقل شبكة تحت هتلاقي الغماز نازل معاك. طريقة نزوره بتباني. يعني الناس اللي متعودة عليه بتباني. انت بتاخد بالك ازا كانت غمزة ولا ازا كانت ايه? شبكة. خلاص كده? لو انا نطول الوش جامل. ففي الحالة ديت هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن يبقى فيها نقطة ضعف. لكن غير كده الحساس كويس جدا. لو عرفت تشتغل عليه. لكن كمبتدأ ما تشتغلش على الحساس دلوقت. خليك في المنسوب الطبيعي بتاع الغماز. خلاص كده? ده بقى انا الغماز معايا كده سيف? بالشكل ده المفترض انها المية معايا تبقى لغاية هنا كده. المية معايا تبقى لغاية هنا. لو رفعتها وجيت معايا لغاية هنا والجزئية دي بس اللي ظهرة. مفيش مشكلة بس تخلي بالك علشان الشبكة مش اكتر. لكن غير كده اقل حاجة هتبقى معاك والسمكة مش تاخد بالها منه. لكن نزلت هنا هيبقى في مقاومة زي ما قلنا. انا مش عاوز بس اه اعيد في في المعلومات كتير. اه دي طريقة الوزنة بتاعتي. طبعا انا انا ما اتكلمتش كتير في طريقة المسكة والمدور والليلة دي كلها لان انا عشرحها في الفيديو اللي فاق. فعموما انا بجيب اي خيط سريع سريع كده انا بجيب اي خيط. بعمل العقدة بتاعتي او بعمل المدور لو انا هشتغل على المدور عشان الوزن بتاعي. وبحط التقل او الرصاص وبحط الغماز بتاعي. وببدأ اوزن. بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها دي. في الحالة دي يا جماعة الوزن بتاعتك مظبوطة الوزن بتاعتك صح بنزل على اي مية السمكة متهربش مني. خلاص كده. اه دي طريقة وزنة الغماز. ان شاء الله هنشتغل عليها على المية. وهنعرفك برضو الفرق بينها وبين الرمية بتاعتها وبين النزول وبين الشغل بتاعها كله. عملي ان شاء الله. فمش عايز اطول عليك الفيديو. ان شاء الله اه هنتابع مع بعض سلسلة الفيديوهات التعليمية. وحتلاقي موجود في الرابط في صندوق الوصف في الروابط بتاعت الفيديوهات السابقة للسلسلة كلها. تمام? للحابب ان هو يرجعها يعني ولا حاجة. ولو في اي شيء عايزين تستفسروا عليه سيبوه يا ريت سيبوه في التعليقات. وما تنسوش بس الاشتراكات واللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر على قدر من المشتهدين. وان شاء الله مع بعض يبقى كل جديد وكلنا نفيد بعض بامر الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.